محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد قام حفل تكريم لفريق نادي الشرطة الشرقية لهوكي الرجال بعد حصوله على بطولة أفريقيا للمرة 23 في تاريخه من أصل 28 مشاركة يعني شارك 28 مرة وكسب البطولة 23 مرة ده طبعا رقم قياسي جديد في سجل النادي المحافظ قال إن إنجاز اللعبين بيرفع اسم مصر عاليا في المحافظ الدولية ويقدم أداء مشرفا بيتسم بالروح الرياضية العالية نشوف جزء من هذا التكريم وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هو الاجتماع اللي عمله واستقبال المحافظة الشرقية لأبطالنا فريق الشرقية لهوكي الرجال اللي حصل على بطولة أفريقيا للمرة 23 في تاريخه في هوكي الرجال